السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير كيف حالكم وشا صبحتكم اقولكم اليوم مردفيس مردفيس اليوم في الدنيا كلها عندي اولا مرية الكام اصور المدة دقيقتين تصوير زيادة ما شايف في البيت لانه واي دواب ووجهه من نصر مضاع ولينا اليوم ما دوابنا وسبه الاشغار وشارق وغارب وسيره وعندك ودونك والسفار وزيرتنا الها اول اللي نحن فيها الها اولي غير ما عرفنا متى تاليها الحمد لله فكر الله سعيد من عنا وخلصنا امورنا انزيل اليوم شو عدنا اليوم يعلى الله يحفظكم احين المريل وعقب المريل بتريق وعقب الريوب بسير الجوازات وعقب الجوازات بسير مستشفى بارجيل اهم شيء عاد عندي مستشفى هاك اليوم سيرت بارجيل كان الوقت كاض ورمضان وايام عياد وشغلة يعني وما رمت اكمل خاطر ياسير والجماعة كذا قسم ومن اهمهم قسم الطواري وقسم استقبال البي اي بي وقسم في غرفة مثل اللانش هناك عندهم طرفة استراحة جميلة لك هاك اليوم يا وصالت كانت المكينة مبندة لك برويكم اياها جحاك حين نحن الامراد حين هذا يوم امشي يسوي صر وصر 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 احنا ليش ما اقدر احنا ليش ما احس لو امشي صر وصر وصر يصر مزين حين السالفة يصر الله يسلمكم الوزن طب خبرتكم وقلتلكم ان انا الوزن زايد زايد وايدي يا ابوكم انا زين رغم واحد قبل ما سير سيرت باي سيرتي الامسية هاي سيرت الخميس وديم عو السبت يغير التحرى عندي دي اوف ما الاسبوع كامل صارات صبح ومسة ثلاث ويبات انا ظاري ماي على ابني واني اسوي كنت روع على عمري يغير هالزمان اتهلأ الحلاوة وعلى الكيك وعلى ما تشو ويبو اغراءاتم وايدة هالزمان المرات يالا خبرنام السخلافة السلام عليكم قدمور ها خير ماذا سيحدث؟ لماذا كنت هذا؟ جيد المرات ماذا سيحدث؟ ايه هذا المريل الى حين مركب وان شاء الله عد حين من صباحة الساعة كم ركبت؟ ستة ونص ستة ونص سبارك على التشغل وانا بردلكم بعدين يا هاريس شكرا 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 اقلكم هاي تظهر بصر غير نمونة صفرة غير محقبة شويونة حمر شوفوا حينة انتوا تشوفون صفرة تراها هي تشويونة عند القعامة شوية حمر وطعم وعطيينياها صرمة سالم التاير سالم التاير enser سالم الاد تاير І Cad Size ليها الصرمة اقولكم هاي صار ما بعدها الحين بادي تبشر هاي اللي تشوفون تر ما بخنيزي تكاليف الخنيزي وهي ما بخنيزي يا غير حلوة شوية تانس تانس شارات تسوي شارات الحزية تسوي شوية حزية في المصرات تشيف عالم ما تشوفون عالم ما تشوفون ابدن خنيزي لا شريك لك يا غير شوية حزي متضحيدون الاخنيزي ما لشبيه ايه نعم الاخنيزي لا لح شبيه ولا مثل ريمان تربى في قتل اه شرايك انا شنين بوا شبعت اعطيت شي انت مكران احن بخشيش ها ليش تصراح حرام يلا تعال تعال همي يا سيار يالسيار تحت هناك ورا ورا رد على وراك ايوه صفحين بنخبركم شو هذا يا اينا هالغطيبات مش هورا تبوي بطيارة من المدينة من المدينة المنورة السعودية ويا ايا تبوي برسم الخدمة شلي يميز الرطب هذا اللي يميز الرطب هذا هذا موسمه تقريبا 15 يوم من يبتدي يقيف قافي 15 يوم وبس نادر هذا من النخل ما يستوي الا في المدينة ما يوجد لا في الحسا ولا في القصيم ولا في الامارات بس في المدينة المنورة وقت قيضح الحينه يقيض ومن يبتدي يقيض 15 يوم بس يعبر من البلاد ما شي منه ابدا علم ما تشوه ومشكور ابوي اللي يمطرش هالهدية من هايش البلاد المبروكة فعله الشهر والبلغ الله يطرح اللي بركة فيه وهي الريتة ويا ابوي هذا من باب وبا يظهر من سبعه يا من باب وبا يظهر من سبعه في مزار حسناتها ان شاء الله سبعه تكوتت تكوتت يا المنهتر انت ادنات الدو تكوت اخ عليك أخ عليك اخ عليك شوشيديد عندك شو عرا 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 اقول شو هذا عادة حين هذا تسمع شو تسمع من هين لك هذا بيت بيت من هيا ابنة اخديه من هين ايه تباق ايه كيف تستعمل هذا ايه كيف تضع كيف تضعه لا يوجد لا يوجد ايه تستعمل الى ايه 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه علومك ثلاثة ايام انا ما شدتك انا كله في دبي عنك لا هذا بحرقين لا حبيبي عيسى طاها في المغرب حبيبي طاها في المغرب وعيسى في دبي دبي ايه 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 قل شكرا شكرا لا لا قل شكرا الهل بالجوازات ايه بيتدير هذا عنك شك حرز منو بيسوي للتالفون حد كان حد هين يحرز التالفون عن حد شو سؤالك شو سوي هذا لحم لحم مالحوار مالحوار مايبالة تسوي في شي يا مش وايو زاهر وكان في الثلاجة صح ولا لا تظهر بوي القياس مالي انا قياس انا مع مدام ام محمد بيبي مايبون اليوم غدا يبون مشخول تونة كي يبون اليوم بيبي تحت العيش تونة ايه في قاعته مشخول الحم اللي يتنمت مالتي هنا شو التنور لي يتنمت من وين عاشة بنت تقبيل عاشة بنت الشيب القباسي بوي تجسم الجسمين جسم التحاد ابوي تننور لو بيكمل سينما اول في الفريزر النص خل ابوي حق عقب يومين ثلاثة والنص مال اليوم تحط ابوي في التيبال وتلف بقرطات زين ما زين وما يتنصخ والدخلة في الفرن مالكهرباء هاي صغيروني ها بتحط الفرن اللي لازم تدقع حساب الرزيف اللحم شوية الويبو مالت اليوم شوية ما بنسوي كامل خدمة كامل ما بنقولك ابوي اظهر افتح الفرن العود لك انا ابوي حين شويونة لقيس اليوم انا ومعمدة نزيل يوم بعد قبل ما وصلنا بنص ساعة شقع فرن من فوق ومن تحت نزيل شي بسيط لين يصير ابوي ويحر بس قيس اللي تحرير ويعيش ابيض ليل تقول ما قلتلك نزيل وتسوي لي بصل خلاص صبري شوي خلي يا خلي تحت روح البيت بتعبل من عمري اضمن لم ديخن هالكبير ودقيقة وحدة نزيل شوف وسو ابوي بصل بصل حك شو حك كتشمبر بصل كتشمبر انا بي يوم بي بخبر لتحت سامان علي الكتشمبر خلي زاهد يوم بي بروي الجمهور الجمهور المتابعين اشقال خدمة الكتشمبر اللولية بالطريقة الاولية على الطريقة الاولية تزحب البصل وحن بخبر شوها بسويه بيوم بي بنشرحها للمتابعين بنشرح للمتابعين شو رايت وافق ولا زعلان يلا يلا حمال الله شو الله صلى الله خلاص الكتشمبر بصل بغالب ما يأكلون شي بصل ويحرق المراد ذه ان الكتشمبر ان تروح حرورة البصل وطعمه يتغير الطريقة التحضيره وايد سهله وغاوي الاستعمال اليومي يعني ومفيد وصحي وخراف منارد بشرح لكم الطريقة وكفية ونمونتين هو يتسوى له السوس ماله نوع واحد لومية بس هو الاساس لومي او صبار واحد من الاثنين هذه المشكلة تبوي لي يلس يتسحب وحدو هنتين اعزم تبوي هدربانة واحد وياكم واي تأخرت حتى الجواز ما بواحي لي الجوازات واي تأخرت في الظهرة وعين والله اني واعي من الصبح من الصباح الله خير لكن اليوم ترى يوم اللحد يوم الحلاقة ويوم مادر الشو تعال ابويا انا نسيت اقولكم السلام عليكم ونسيت اقولكم صباح الخير وصباح تزاقريتة وصباح العاصمة الفنانة وصباح اله نزيل المراد ابويا حين ثيرت الجوازات اتكنسلت لم ليش تحيدون قلت لكم انا بسوي ويزا حق بشكارة صلاح اليديد فحاليا على الله يحفظكم الفيزا اليديد عندنا شهر كامل نروم نسوي التعديل وضع وما تشكايل وايد اشي فيه وحيلنا من ظهرات الفيزا هي فيزا ولا ويزا ويزا اسعد بالواو الفيزا شغلة طويلة حريضة والحاسي غايرة فيه وحيلنا عندنا شهر كامل نروم نسخلاف نسوي تعديل وضع فحين اللي ما روم اجله هو مال المستجمى بارجين ما روم اجله ولا يتعجل ليش لاني قايل اما العلاقات يترياني وقلت لهم ويايين كم اليوم متعني في خاطر ان شاء الله ومنا وعدي وياهم الساعة 11 ونص وحين 11 و10 وانا حين عدا الوزارة الداخلية يواحيلي ان شاء الله وصل استيش غارجين ومنا وصلوا عيبنا الله خير وعرف الحسد كله ان شاء الله بربسوا وياكم لين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر انت عندي علاج طبيعي. الطب والسادس. انتي ما شاء الله عليك ما فيك نسبارك. انشوفك صاحي ستة عشرانة. يدي طعلك. وين من هن؟ طاية عليها اليسار. ما ضحت اللي عليها سار. شا سوي. ما فيك حين. قصف الحلية. مطار الطويل. نعم. من سالم الكتبي. نعم. الحين انت من عقب العلاج الطبيعي. استويت بخير ولا على وشك. احسن شوية. حمدك. احسن. احسن شوية. مطار تنقد عليهم في شيء مستشفى. لا. مره. مستشفى ما عليك. مستشفى رجل ترك. من خاول. عليك رفجة. نعم علي خاطر مره اتحمل الكلام اللي بقيت. الوادي محبييون. بأنك شراطك مبسوطين. اكيد. اكيد. انت مبسوط. انا مبسوط. ويوم قبل ما اعطوهم كورمة عبيها. هي. والشياء اللي انتقدت على المستشفى. ممكن تسجلها عندك. وانت شا تشوفك حاليا. الحمد لله. ما تنقد عليهم. خبرني. لا. 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 لا لا. لا لا لا. لقد أدع عليهم. الله يبارد فيك. يطاورك عمرك. وعمرت طويل. يحف ويخليك. وعافيك ويعافو عنك. وتغديك الخار اليسرى بخير. تبحق اليمن ان شاء الله. عزقنا نعم. يا امي. هي تقريبا على الموعد. أول. وصرت جواه وطاقيت. وقرأت من الله خير. وصرت عندها يجب تعزف الليبيان. يعني. وأول مكفان فكرت أزورة اللي هو قسم العقم اللي تبع العقم طلع لازم يكون الدكتور اللي يعالج عن العقم هو نفسه يكون اختصاصه مسالك دولية والاختصاص الرسمي الأكيد الكبير يعني هما للعقم الدكتور يعني اللي حفظته اسمه دكتور منات الهاشمي هذا من الاستشاريين الكبار عنده مليون وستمئة شهاد فالدكتور منافي على اللي حفظكم عنده البورد الأوروبي البورد الأوروبي مثل شرات الماجستير في اختصاص العقم فهذا الاختصاص وايد زين فأنا اخترت اني اصيره طالع واتعرف عليه عساس انه وايده العرب ليبون عيال ومحرومين ويعود السبب كله ترى من اسباب العقم المسالك البولية فلذلك كل دكتور مسالك بولية يكون عادة يوم الله يباله السعادة خلاه يغزر في العلم فيقدم على تخصص العقم هذا زيادة فوق عن اختصاصه مثل اختصاصه مسالك بولية فيطلب العلم اللي اكثر فاللي اكثر عن علاج المسالك البولية اللي هو علاج العقم فالعالم كله كبير من البشر يشككون امراض المسالك البولية في اثر عليهم في العقم فتلقى بدلا ما الواحد الله يرزقه خمس ست بذرات ايه شو السبب يكتشفون انه في عندها عواق في الحالب وفي الطالب وعزرايين وفي الطالب وماذا ليشو فلذلك بنطاع العبر بخبر انطاع ووافق اني انا اصوره زينا على زينا وما طاع ترى ما باليد حيله يلا خمس دقايق عشر دقايق دكتور سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحك الله بالخير انا بيني وبين خبرت المتابعين قلت لهم ما ينضرب الدكتور بيطيع خليني اصوره لو لا لا نشرف في العقس بارك الله دكتور وايد العرب ترمس عنك تقول انك ما شاء الله عليك من الدكات المهمين الاستشاريين في موضوع العقم نعم شو الشي المهم اللي تقدر اضيف ليه باختصار لان هذا سناب شات وانا بغير اخبر للجماعة انه يعني الشي اللي وراء فايدة شو رايك شو اكثر زيارات ناس من شو تشكي هذا قسم مسالك البولية لكن الليونك اكثر العالم من شو يشكون شو يبون طيب يعني اكثر الاشياء اللي نشوفها بالعيادة مثلا امراض العقم عقم الرجال الليونك كلم يعني تكون العقم اكثر يتم اي في اكثر الاحيان ومن الاسباب المهمة اللي شفناها من ناحية عقم الرجال اللي راجعونا اضافة الى دوالي الخصي اللي هو واحدة من الاسباب المهمة واللي نقدر بسهولة خاصة عن طريق جراح عملية بسيطة عن طريق المنظار يسموه الجراح المنظارية او المجهرية ويستخدام الناس دكتور هذا في حال العوق من الدوالي اللي في الخصيه هالدوالي اللي في الخصيه هي اللي يتسوي العقم عند الرجال صحيح شو الشي الثاني دكتور اللي انت تشوفه يسبب العقم عند الحالات اللي انت شفتها بكونك استشاري وموجود في هالمكان انت دكتور صالك اربعة عشر سنة استشاري في العقم شو الشي اللي لاحظت انت من ييت في الامارات حاليا عشر سنين شو الشي اللي تشوفه اكثر مأثر على الحالات المرضية في العقم خاصة من الشباب اهم شي تخبرني شو اللي مأثر على شبابنا ما يبون العيال شو السبب ان الدكتور وادث شباب معرسي وطول وعرض واجسام وله بلكن ما يبتعي والله الله ما كتب ما اثب ما سوي ما يعاني عيال نحن بعدنا صغار ما ياتنا عيال ما لك انا بخير وحرمتي بخير يا غير مالله رزقنا عيب عيبنا عيال لاجسام وطول وعضلات وعلم وخلص تقدر دكتور اتفيدني حق علق اللمهات والبهات اللي في البيوت ينصحون عيالهم صحيح من الاسباب كلش مهمة اني شفناه خاصة في الامارات هو انه اتياد الشباب على اللي قاعات بناء الاجسام واخذ الهرمونات بطريقة غير مدروسة من حيث انه الادوية هي غير مفحوصة والشخص اللي يعطيهم هذه الادوية هو شخص غير مفحوص وبالتالي يكون اثر هذه الهرمونات على العقم على الانتصاب الجنسي اثر سلبي شديد وكثير من هؤلاء المرضى مني عملهم تحليسات المنوي تحليسات المنوي راح يكون عدد الحيوانات المنوية قليل جدا او صفر معنات امكانيتهم للانجاب تكون ضعيفة او معدومة في كثير من الاحيان وشو السبب هذا دكتور؟ هذه الهرمونات تأثر على الهرمونات التي تشغل القصية ويكون ضعيف جدا ومن افراز الهرمون الذكري اللي هو تستستيرون ومن افراز الحيوانات المنوية للانجاب دكتور المشكلة حالية مش في الانتصاب الانتصاب يقول لك والله ما عليه لو وقف الانتصاب بس تعمل الحبوب هاي المال مثل الشطات جنسيا ولا عليه بالضبط معنات حتى لو هذه الادوية ساعدت على الانتصاب لكن قدرت على الانجاب ضعيفة جدا لانه ينتصب بس الساء المنوي يكون جدا ضعيف والحيوات المنوية قليلة وبالتالي قدرت على الانجاب تكون ضعيفة او معدومة توصل الى مرحلة صفر؟ توصل الى مرحلة صفر و الى مرحلة العقوم الرجالي الشديد سبحانه اللي يي وقدرت على الانجاب معدومة صفر في التحليل هل هذا لعلاج؟ فيه علاجات بلايش شيء تكون الى فترات طويلة يقصد صفر في التحليل يعني تحليل السائل المنوي صفر يعني ما شاي عيال بالكوفة زيروا شرات الماء ما شاي حياة صح شيء العلاج والله ممكن نحاول بعض العلاجات لكن في كثير من احيان يحتاج إلى سنوات من العلاج وفي بعض المرضى ما يستجيبون عصر العلاج مع الأسف فبالتالي يعني ما ننصح أن المرضى يعرضون نفسهم إلى هذه المهالك وإلى مشاكل صحية وإلى مشاكل الإنجاب اللي ممكن في كثير من الأحيان لا يكون إلها علاج وبالتالي تكون المرض يكون مستمر والحالة العقوم تكون مستمرة ولا عيال ولا همك الله ولا هم يحزنون ايه ولا عيال الدكتور حين الشباب اللي هام منهم ابراز الجسم والعضارات يا قد الواحد بعير مصك كم كبره شو الفائدة؟ مسك بعير وانت حافات يا قد اشهرات الواحد شفت ديتش الرومي خل 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 عالفاضية بعير كم كبرة لكن ما شايفعل بس صيت صوت بس فايدة الرعد رعد مرعد لكن ما شي مطر شايف فايدة ما بس إزعاج ريش هنمونا حين هاي اللي غادول هاي والله دا دكتور أشبه لك بالرعد قصدي عني الواحد يوم يسمع الرعد عادة يتباشر بخير مطر هذا بس رعد بوي هل واحد مسكم كبرى مع رعد ريج دكتور سامحني كثرت عليك الأسئلة يا الله يحافظك دكتور شو بعد الأشياء اللي يسبب العقم؟ غير الدوالي وأخذ الهرمونات الرياضية والمنشطات عادية الانتهابات المتكررة خاصة عن الشباب اللي تنتقل عن طريق الانتصاد الجنسي ومن طريق الانتهابات البوئية ومع الأسف قسمعتهم يصير الانتهابات مزمنة وتنتقل إلى البولية يعني إذا ما تعالج إذا ما تعالج نعم في المسالك البولي ما يتعالج يتحول إلى انتهابات مزمنة وتؤدي إلى انسداد القنوات المنوية وأيضا إلى تؤدي إلى العقم سبحانه إذا ما يتعالج عنها نعم أي شخص يأتي التهابات في المسالك البولية وما يتعالج عنها تؤدي إلى انسداد في القنوات المنوية وبالتالي أدي إلى عقم الرجال وأيضاً ممكن يكون حيوالات المنوية جداً قليل أو يكون حتى يصفر في بعض أحيان هذا كلام من الالتهابات أو خاصة دكتور المسالك البولية شو يلهبها؟ موين تيها الالتهابات؟ موين تيها هالأمور؟ كلها يعني لا دم يأكل ويشرب وعايش برد والله من الأسباب المهمة هي الاتصال الجنسي خاصة من العلاقات الغير شرعية وبالتالي أدي إلى الاتهابات شديدة بيها في المسالك البولية وتؤدي إلى الإنسادة بهذه القنوات وبالتالي إلى الصحة ويبلش عمرو يبلش هالبيت وما تخلص بعد تنتقل إلى حتى إلى زوجته في البيت وبالتالي راح واحد ينقل الاتهابات إلى الآخر وسيء الاتهابات مزمنة عن الرجل وعند الحرم وبدلا ما يعالج عمرو يعالج حرمته ويسير هالتهاب في جهة وحدة يسير هالتهاب جهتين عند الريال وعند حرمته قم عادة أفتش الأحمار من لوحة له حينروح وكتم توهك ووهكت الفقيرة دكتور مناف شكرا لساعة صدرك والله يطرح فيك البركة ومشكور وما قصرت وبارك الله فيك أتمنى من كل المتابعين الاستفادة وكل الشكر والتقديل لك وأتمنى من المشاهدين والمتابعين الاستفادة من هالمعلومات القيمة اللي ما قصرت به دكتور ياسين شكرا جزيلا بارك الله فيكم على كل البنائي اللي يتغادمونها للمرضى وفي خدمة الوطن بارك الله فيك شكرا لدكتور ياسين المدير التنفيذي الطبي لمستشفى بارجيلة كبرى ما تشعرونه تبارك الرحمن شكرا 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 دكتور شكرا شكرا دكتور شكرا دكتور الله يتمنى لأمناك فرصة طيبة يزاك الله انتلاقي ان شاء الله في خير هاليوم شكرا شكرا دكتور شكرا أستاذ علي وين بتوديني الحين ايناديك على طيبانش في المصف شائعه ناش شائعه كل مباشرة لا فيه عليا التنفيذي عليا هلالي يضربون عليا يضربون شو اللي يميز عليا يديد عليا العرب كلها تصيح منه عليا اللي ميزة ان الشاية اللي موجود فيه موجود بعيد مكان شاية عالمي طويل العمر يعني طويل العمره والله الحديث بيد اللافس انادي الشائعه يطويل العمر إنشاء الله أنزي في ذنبك هذا الحمد إن شاء الله أحين أنت متأكد يا إبني تيلونش هذا؟ هذا هو التيلونش هاردز؟ هذا الترتيب والأمور كلها أي دور أحينا؟ نحن في الدور الثاني يا سلام، هذا كلها عندكم؟ هذا كلها موجود يمبرجين في الطابق الثاني التيلونش الجديد منون يستفيد من كل هالمكان لازم يكونوا مرضى يعني أو شو؟ مرضى زائرين أي شخص من بره المستشفى يقدريني كمان ويدور كمان التيلونش على المهني موجود في عنا أنت حين متأكد إن هذا كله في مستشفى باردي؟ يابوك هاي هاي هذا كأنك يعرس في القصر وفرساي شي من هالقبيل أكرم إنك في مستشفى مقواكم مقواكم نعم هذا ويقصر والحين يواء بجربة الشاي هاي دوب طعمة كمان ورموك كلها خضر تاني وريمات ورموك هذا عدل ما مر من بره هاي شوش هاي منظره شي جميل سبحانك يا رب وهذا علم ما تشوفون ها أبوي أنا ما أسير لحق المكان لولايتي الفنان ها منو يقول هذا مستشفى؟ منو يقول هذا أبوي ها تشبد السماء ها شو بالله عليكم؟ ها يا سلام سلم لا تقول لي أبوي ما كارون ما لبلاد الفلانية أو للمكان الفلاني ليه في المكان الفلاني شرات هذا أبوي لا شي ولا بتشوف شي طبيعي سألت حين ما في عد الكاميرام سلي عدت تكلها هواي تم الترمس بما معناه إن الشاي اللي يستعملونه في مستشفى بارجيل عندهم في المكان يعني من صفوة الصفوة أنقى أنواع الشاي في العالم هم يبون يستعملونه ونوعيته فرنسي زيت فرنش الشاي روحي يبون من الصين لكن الشركة اللي تخدمه شركة فرنسية عمرها من ألف وكمة؟ ستنية وثنين 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 ألف وستمية وثنين 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 آي شاء الله خبارك الرحمن شكرا بك شكرا شكرا بك الج ASMR الأن كان هنا для م见د الشركة يقول الصندوق هذا وكي هي نحن الآن سنعم 4 أجسد شوفوا من كل نوع شاي البلاك تي اربع خمسة نموناتو القرين تي اربع خمسة نموناتو مادريت شو اربع يعني مي مرد في سن واحد ها علم ما تشوفوا فاسألها قولها شو اللي اكثر العالد تطلبه وتدها فيمس فير دا قرين تي مينت فريما ايوه انا بقول ما يبانا رامسو بوانا اللي طلبت هذا المينت تي غريب غريب رونية Five دقني دقني درز More مهتوب الله عليكم أقول لك وين شيء مكان تحس أني بستفيد والناس بستستفيد وائد من زيارته في المستشفى مثلا تحس أن عالم وائد بتستفيد من اختصاص الدكتور اللي موجود عندك مثل شو وين تقدر توديني لأن الدكتور سرور عنه عنه بروفسور أنفود نحنجرة بالمواضيع الأنفود نحنجرة طبعا عنده هو بالنسبة للعمليات يعمل عملية نوعية مثل شو يعني؟ مثل شو قلت لي؟ عملية انحراف الوثيرة اللحمية عملية الأذن الوسطى بالنسبة للتوازن كمان هو أخصائي بالتوازن أيوة أشخاص يحسون بدوح طبعا لبروفيسور ناهل هو طبعا علاجات بالنسبة للأنفود نحنجرة وعلاجات كاملة بالنسبة للعمليات تدخل جراحي حتى الأدوية المناسرة لجميع الحالات متى تشوف الوقت المناسب اللي الدكتور يقدر يقابلني فيه حق العالم تستفيد منه مثل حينما الناس استفادت من الدكتور منافم الأخصائي العقم فان بن لواذب بعد تستفيد من الدكتور مع الانفو الأذن بالحنجرة متى الوقت اللي تشوفه يوالمه نحن نشوف جدول الدكتور إن شاء الله نجدول مسحوم إن شاء الله بالعمليات ومشخص المرضى بالألوكيشين كلينك نشوف جدوله من خبرك من تصل في كل فان شاء الله خلنا نشوف على السبوع القادم أو اللي بعد إن شاء الله كل الشكر ولك والتقدير ومشكورين ومقصرتوا بارك الله فيك شكرا حبيبي بقات صدي صدي شسمت أنت شسمت شسمت لازم للمصاصرنا افت ايه بتبدر بيها بتبدر صدي يا عيها بمشخص غالي أبوي بنات بدر هاي رميتي رميتي يا عيها تبوي ما شاء الله عليهم ما يقرر روضا تعالي ياي تعالي عدالي يا ربي انحان سنة فطرية كل هذي شاسبتش لكم استوقر انت بشكرة روضا حدامة روضا حدامة روضا حدامة روضا يا عيها تتكلم مع روضا تتكلم مع روضا نعم انت بشكل جيد جيد نعم احبتك تتكلم معكم بشكل جيد وانت بشكل جيد نعم سنة شكرا 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 من الصبح تقول لي زوجتي خالد موجود في برجيل مساحي داعش واجينا نحنا عندنا موعد وماشاء الله حصلتها شكرا 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 من أفضل ما يخون كل الخدمات موجودة والترتيبات كلها كلها انتو تستاهلوا الكفير هل هساس رب العالمين هيئلكم هالحكومة محطة تلكمب الهنس في البنان ويابا وفيها لخاتل البنانين هذا كلها حرام يليوع اللي في الدنيا كلها آنسة آنس شكرا شكرا ماليوع يوع البلع شو السبب السبب أبوي ظاهر مخر 11 ظاهر من البيت حادي ظاهر 11 أبطيت والله كله وانتو السبب كله منكم انتو والله حين واصها هذا سيري وليش ايوع لها الدرجة هنا شو السبب اللي ايوع لها الدرجة هي والله نزيل وهذا أبوي غدايها آآ خضار عن نمونا شي سوونا شي تشلويح يعني التاوى شوربة هذا هباب ما تلحق الضو بس شي هباب ما تلحق الضو شوربة أظنيت شربت شو هاي بروكلي شربت بروكلي شو عيت شبس أبوي تحرق شربة بروكلي طلعت بوي شربة كرفس كرفس ريج كرفس ريج ويا خضرة وهذا ها على ما تشوهون سأقولكم سامحوني هذا باعدلكم طريقة الكتامبر غير طريقة سريعة يعني أورادي لني يعان ميت مليو ولا فيه على التمط الكتامبر الكتامبر يعني البصل لم تسوي هالنمون هذا الكتامبر من يسوي طريقته يسوي اسمه كتامبر حين يسمون بصل بصل ريج عادي الكتامبر عبارة نوع من أنواع الصلطة صلطة الأول ها صلطة اللولية الصلطة عاد من ويسا يخدموا الصلطة هادي الجليل اللي عنده بصل بي بيستعملون حق صلطة وبو صلطة لو عشان عندهم راسين بصل حطوه تحت العيش اللي بيض شاطوه وش خلو عليه العيش والله منعم عليهم عندهم خير مثلاً البصل ها سووا له كتامبر كتامبر حق الناس يعني الأول اللي مبزايين الناس اللي عبارة تيار سووا البصل عما تشوفون الخيبة ها على ما تشوفون حلقات حلقات حد يقول طرنشات حد يقول دويريات ما ندره على هواقب ينشون يدرون عليه ملح ملح يعني شوي يكون زيادة ويخلونه في الشمس على الأقل مش أقل عن ساعة ساعة ونص نشه وشله خروع عن الشمس وغسلوه زين ما زين المهم الحلقات ها ما تكون تخترب تكون سيدة غسلوه بمبارد ضروري يكون يغسلوه بمبارد هنزي خلصوه بمبارد على حسب الرغبة ها حد يبقى فلفل حمر ها يعني أنا أفضل مثلا الفلفل حمر أنا أحب الفلفل ويلبصل أريد أحب الفلفل حمر زيادة ها وبتلا مرة ما يبالد القطول ولا يبقي لصدع ولا ديانة بس هاي شغلت غير ماشي صبروا على حين الحين عادي نحط لهذا المريس ها شوفوا قوامك شايد ها مريس غليق مريس شو صبار صبار خالي ما في شي وياه صبار ريج هذا أنا أفضل لصباري نحط بليدين ها ها يفركون فراك على ما تشوفوا يتدبق دبيق ها وعلى ما تشوفون يتمشل عادة ها يازب الفلفل فوقه وتحته ها على ما تشوفون ها فلفل وكأوله وصبار على ما تشوف ها ها هلها التكاريف نزيد من يزعب هالنمونة نجح وحطوه في الثلاجة لين غاية الغداء؟ من غاية الغداء خلاص راحت سارت عن حرورة البصال وصمت واسهجت ويغادي طعمه لذيب شمت تتقرن تباح ويعتني لحمت الحوار شوي شوي هادو ها شوي لحمتها شقال بيضا هاي بوي لحمت الحوار شوي تنور شوفون هاد بوي ترا سامانة ما بمحرق هاد هي للحمة حمراء واللي من ضدنا هو ريح تتفوتخ من البزرات الشوع والورق وهي طريقة هادة حين كاتشمبر زاهب ها على ما تشوفون الحرورة والبصلة حين تحيدوا لوليابس لا لان عادة الحينة ها ها على ما تشوفون طيعة الحيمة ويا كاتشمبر قفش كاتشمبر وريحة تعيش ها على هالحالة وعلى ما تشوفون سيد اللقمة الدردرة ها لكما بلقم عودة القيمة بسم الله والشوي على الله يحفظكم هاد اياي من عند عاشب انت الشيبة أم محمد مشكورة بت الشيبة ما قصرتي بيض الوي ورقم واحد وبالعاني ابو انا قلت بالعمالة ترى اني قلت انه اللحية مات حسب ما حدي يطلبني ترى حب وايدين الهلعين مني شوهون شي طررش لنا شويون ترى لاتقلوا ما قلت لكم وحط لهوا وايد بعد ما بطرش بقدمكم الله اذا ما تتوبلوا متشوهون شي نباء 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 لز السوك يا الله مالله مالله اخصص الكاتشمبر هادة عدل يديد انزيك وهذا كان يقال ان الصحن كان ممزور وحينها سبحانك يا رب صافج يا رب الكاتشمبر حد من العرب يعصر الومية عليه يعصر الوي مية وكفر الله المؤمنين يقتال انا لا انا يعيبني يوم الصبار الطريقة الاصلية الطريقة الاصرية للكاتشمبر من الاساس من الاساس يشرحون الشراي يخلوه في الشمس في مش خلق صل ما اغسلوه عقب ساعة ولا ساعتين اغسلوه زي ما زي ما بارد يو حطوا عليه فلفل حمر وعصروا عليه الومية وحطوه في مكان بارد شي وتغدوا من طرفها هو موضوع موضوع ذوق حد من العرب يعيب مريس الصبار وحد من العرب يعيب لومي مثل المرقة السمتش مرقة السمتش يتحط تمرس صبارة وتحطها داخل مرقة السمتش ولا تحط لوميابس ما يستوي تحط لفنين والكاتشمبر والكاتشمبر كذا الامثال فاهميه ولا انا فاهميه ترى غداي غدا ثلج ريج يالله نستودعكم الله وإلى اللقاء دواركة ماذا هو الامر لهذا؟ كاتشمبر ماذا هو الامر؟ كاتشمبر مرحبا؟ 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 كاتشمبر مرحبا؟ 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 هذا المريال وينا سبحاني العود تبارك الرحمن شما شو قال غدا لونه؟ صافي مرة يا غير الزلال زاهب هاته هاده البزرات هاته ساموا عن عدويات كامل عشب 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 يالله يالله يلا الضواب زاهبة من مرة الضواب زاهبة زاهبة غير الدواء يبالغ على اغلال 15 دقيقة 20 دقيقة وبس بس هم لنبوي لأن الضواب زاهبة لأن الأبضل تحيني مع الدواء تحتم تقريباً ثمان ساعات فقط تذهب الدواب وتترى احددها يومتين ما ينهبون في غراش وشيء منهم في الدباب اوه بس عاد عليكم يالله صلاة وشوية ختلة لين حالك شوخ بارك زمان ماسمع لحزك طرس لك صورة بولشمبر من رباطي رباطي هالولايتي هاللي عليه بظمان من الله هي الى الله يفدع رقبك طبعن من الله رضك حصاه او رضك رضك من رباطي الى خمرة راسك غربلك الله مسرع نبوه حالك اشتركوا في القناة 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 لدينا مهي. موضوع ما فكرت! لدينا مهية! هناك مهية! ها ها نقدر هنا! ممتوسة! ما تحرنته؟ وحسنتي! مجدد! مجدد! اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اطلقناها تيمنا بقرار سيد وصاحب سمو رئيس الدول الشيخ خليفة بن زايد بأن عام 2017 هو عام الخير فمستشفى برجيل بقدمون شي للمرضى مستشفى برجيل بيتكفلون باجراء 200 عملية جراحية لمرضى القلب بالمجان للعوائل او الاشخاص المحتاجين اللي ما عندهم ثقة او ضمان وما يقدرون يتكفلون بمصاريف العملية المستشفى بيتكفلون واللي يعرف حد من العوائلة وحد من الاشخاص غير مقتدرين ما عندهم ضمان ما عندهم ثقة ومقيمين في دولة الامارات محتاجين لعملية وجراحة القلب كل اللي عليه انه يتواصل مع هذا الرقم وبخبركم شو الشروط الشروط من المستشفى برجيل انهم يتكفلون بهذه العملية الجراحية رقم واحد انه يكون من مقيمي ومواطني دولة الامارات رقم اثنين انه ما يكون عنده لا ثقة ولا ضمان يعني ما عنده جهة تتكفل بالدفع رقم الثلاثة انه يكون فعلا غير مقيمي وهذه المبادرة من بول مرة يقومون بها مستشفى برجيل في عام 2012 يوم افتت حول المستشفى عملوا امية عملية جراحية لمرضى القلب بالمجان طبعا ها كل اللي نتكلمت معنا بالمجان بش للناس الغير مقتدرين فالله يزاكم خير اذا تعرفون اشخاص محتاجين لهذه العملية واشخاص غير مقتدرين كل اللي عليكم تدلونهم على هالرقم انهم يتواصلون مع مستشفى برجيل وان شاء الله هنه يتكفلون بالعلاج مجانا ومثل ما قال رسول عليه الصلاة والسلام الدال اللي على الخير كفى على اتمنى منكم تساهمون في نشر هذا الفيديو وانه يوصل لجميع شرائح المجتمع المقيمين في دولة الامارات لانه فيه الناس صوائدين محتاجين وغير مقتدرين وعش الله يقدرنا وياكم على عمل الخير وما وصيكم بنشر هذا الفيديو اتمنى انت تعرفها ولا ما تعرفها طويلة ولا قصيرة غبية 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 كبير يا عطويلة مرقة زين برحة لا ليش غباء النوم شعب؟ شبلاء بسم الله